السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم مشرح لي صدري ويسر لي أمري واحدة من لساني يا فكها قولي اللهم أمين يا رب العالمين تعالوا كده شوفهم معي أول روتين في روتنات الشتة إن شاء الله كده هبدأ كده في الشقة ونقول كده بسم الله أول حاجة نخسر كل السجاجب بتاعت الشقة هجيب بقى أولادي كده ربنا يحفظهم يا رب ويديهم الصحة والعافية وينجحهم يا رب يساعدوني بقى كده طبعا هما سانا دي لازم يساعدوني بسم الله ما شاء الله كده أول حاجة جبتها جبت كسين من برسيل الجيل وكيس كده من الكولور الكولور العادي وكيس من الإيريا للأكسي يعني الإيريا للأكسي كان عندي كده ودأخل شوية منه هنغرق بقى كده السجاج دي أول سجادة كده بتاعت الأنتريق ابني الصغير دلق عليها زيزة الدواء وبصوا بقى كان شكلها عامل إزاي كان شكلها صعب كان لازم كده الخلاص السجاجد تتغسل ماينفعش أجلها أكتر من كده طبعا بقى ده روتين المرمطة ومعانا كده طفل صغير موزعينه عشان نخلص كده بس أنا بقى عندي صدمة كبيرة قوي في الشقة هوراهلكوا بقى إن شاء الله بعد المخصر السجاجد أكبر صدمة كده مقابلاني في حياتي وتعباني ويعني وبعاني منها أول حاجة كده همسك السجاد بصوا كده البقعة مش عايزة تطلع بتاعت الدواء يعني أنا عمالة عامل فيها برضو مش عزة تطلع فانا كده بصوا السجادة دي فتحة يعني عقب أنا حطها بعيد كده عند الأنتري بس ابني غزبن عنه ويعملني أزاست الدواء هجيب كيس من الكولور شوية من الكولور العادي اللي سايب وحطها عليه والبقعة هتطلع معايا وتبقى زي الفل أي بقعة في أي سجاد هو مافيش غير الكولور اللي طلحها بصوا كده السجادة بسم الله ما شاء الله بقت زي الفل هنشطفها بقى كويس الروتين بقى نعوم في المية كده قبل الشتة كده بقعة مش هينفع نعمل الكلام ده كله لو الجو سقق ماينفعش ندخل كده في المية وهنتعب كلنا والولاد هيتعبوا فانا قلت عمل الروتين ده وكده قبل خلاص قبل دخول الشتة عشان عايزة تضبط كده شوية حاجات في الشقة وهتطلع كمان الهدوم الشتوي ان شاء الله كده معاكم وهنزبط الدواليب وهعمل تغيير كامل في غرفة النوم بإذن الله كده الروتينات الجاية قوية جدا تابعوني كده وما تنسوش تحطيني الاشتراك واللايك فضلا منكم وليس أمرا ربنا يخليكم لايا محرمنيش منك يا رب اول حاجة تاني حاجة بقى كده جبنا السجاجيد هنجيب سجادة سجادة كده ونخسلهم بصوا عندنا كمية سجاجيد السجاجيد بقى عشان انا هفرشها كلها كده في الشتة ندف الشقة الشقة كلها صراميك بنبقى متلجين لازم كده ندفيها كويس طبعا معنا أطفال وكده وما بقاش طبعا في الشتة ان احنا هنقدر نعمل ده كله ونقدر نشيل كل يوم هو كده بقى في الشتة هنعمل بالمكنسة من على الوش وهنزبك كده الحاجات من على الوش طبعا وكفية عنا المدارس بقى والدروس دي طبعا روتينات كوية كده لازم بتعملوها قبل دخول الشتة ان شاء الله كده الفيديو ده يجبكم فيديو مشجع كده وتتحمسوا كده خلوا لدكو يعملوا معاكو يخسروا كده معاكو السلاجد ويتسجعوا كده ويدخلوا في المياه طبعا هم لازم يعني يساعدوكم مين اللي هيساعدكم مجدوا يعني حد من الشارع يساعدنا لا طبعا لازم ولادنا يساعدونا ربنا يخليهم ويحفظهم يا رب دي ده بقى السجاد دي مش قادرة أقول لكو كتا متبهدلة ازاي متوسخة ازاي يعني غسلتها كده مرة ويجبت مية سخنة ودلقتها عليه عشان تنضف لو السجاد كده الفرشة مش عايزة تمشي فيه لان دي احنا بنوض ناكل عليها وكده وصراحة يعني اكتر حاجة ان هي دي هير اللي مبهدلة عندي دي بقى سجادة الطرقة جبناها كمان كده وفرشناها وهنخسلها بقى وواحد بقى يمسك السجادة دي يخسلها وواحد يمسك السجادة دي يخسلها كده عشان ايه؟ عشان ما نضيعش وقت طبعا السجاجات دي بتاع تقط النوم وكده مش مبهدلة قوي بس هما السجاجات اللي هما بتوصلها لغرفة المعيشة اللي احنا عاديين فيها على طول هي دي السجاجات المبهدلة معي مسكنا بقى كده السجاد كله زمان توا شايفين اللي بنخسله بنشتفه مش بحطوا بقى على المنشر لا بحطوا كده بقى في البنيو يتصفى عشان ما دايقش حد ولا ان انا نقط مية على حد ولا بهد للشارع وكده لازم طبعا ناخد بالنا من النقطة دي كويس جيس كل السجادة اللي انا هخسله دي هiledو في البنيو والصبح الان شاء الله هنشره لاينا كده 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 با خسل بقى المية المية واسلت هناك عند القط النوم يعني مش قادر اقول الكو المعاندة اللي انا فيها هي دي المعاندة اللي انا باقولكو عاليها بص اكبر صدمة بتاع السراميك الريكابي للسراميك ده اللي التي يسامحه يعني بص مش قادر اقولكم المية ما بتدخلش على الحمام المية بتطلع كده تروح على الناحية ثانية وعلى القط النوم وعلى القوض الأطفال ومبهدل الدنيا يعني هو الحمام قصاد الصلة اللي أنا بخسل فيها دي بتسيب الميا الحمام وتطلع بقى على بقية الشقة وتدخل تحت السرائر بصه وآخر بهدلة فأنا عايزة كده أنصح كل واحد بيعمل السراميك في شقةه لو بيعمل سراميك جديد وكده ياخد باله كويس جدا من النقطة دي يجيب واحد يكون بيفهم كده وصنيع في السراميك عشان ما يعانيش المعاناة اللي أنا بعانيها دي ويطعب كده ويبهدل ما يجي يعمل سجادة ولا حاجة تلاقي الدنيا كلها غريقت معي دي عاجينة كده اسمها عاجينة داوني ريحتها حلوة جدا طبعا نحطها برضو كده على السجاد وانا بخسر عشان تديده ريحة حلوة كده واشم كده ريحة نظافة وأحس كده اللي أنا عملت حاجة بقى ونظفت طبعا بقى أحلى حاجة إيه بقى فورتيني السجاجيد وإحنا بنغسله بتلاقي بقى الدنيا كلها شقة مسحت مرة واحدة وتحس كده ان انت نظفت فعلا ويعني وتحس بالنظفة دي بقى سجادة المطبخ طبعا أنا مسكة بقى التليفون بخلي أولادي كده يعمل وأنا ما بقى في التليفون بعمل أنا وانجز معاهم وارجع أصور لكم تاني ياريت كده متنسونيش حبابي في الاشتراك بالله عليكم فضلا منكم وليس أمرا واللايف طبعا بيرفع الفيديو بيخلي نسبة كبيرة قوي من الناس يشوفوه يعني يا ربي كده تكونوا سامعيني وأنا بقول لكم بصو على كلمة اشتراك وما تكسلوش كده أنا عارفة طبعا ان انتو بتنسوا عشانا ما بقولش كتير يعني فانا ستنى اليوم اندول بقول بصو كده بقى كده بقى استجاد نيدي في كله بسم الله ما شاء الله زي الفل هحطوا بقى كده في البنيو هسيبوا يتصفى براحته خالص عشان تاني يوم الصبح ان شاء الله انشوروا ما يكونش في مياه بصو بقى بقى أوريكم المية مغرق لي الدنيا زي بصو الترقه كيننا في بحر مسكت بقى كده الشقق والصالة كده والاركان بتاعتها كلها مسحتها كويس بقى همسح كل المية ولما على الارض يعني انا مش قادرة اقول لكم انا يعني ما بتعبش وانا بخسر السجاج ده على قد ما انا بتعب وانا بالم المية يعني انا بالم المية يعني مش قادرة اقول لكم باخد وقت كبير قوي قوي لان المية بتخش القوض وبتخش قط النوم يعني قط النوم في اخر الشقة المية بتخش عند باركو كده وسط الارض اللمعت كده والصيراميك كله ندف بسم الله ما شاء الله كده بعد غسيل السجاج بقى تحس فعلا في رحة نظافة في الشقة بس لسه بقى ان شاء الله هشير الستاير كلها و هخسلها عشان هحط الستاير بتاعت الشتا وعندي ستاير بلاك اوت ان شاء الله بقى هحطها معاكم و هنعمل روتنات كوية جدا زي ما قلت لكم تشجعوا كده اول حاجة هتعملوها ان شاء الله تبدأوا تخسلوا السجاجد والستاير وده كده الانتري جايبه كده كله جنب بعضه عشان المية بتجريد كده في المكان دوت ما بواصل الانتري